برضو من دمن الحاجات واللي حابب ان انا اتكلم عليها بصراحة وهو طبعا استبعاد الشناو انا واحد من الناس اتكلمت الاسبوع اللي فات واتكلمت في الايام دي على موضوع الشناو وانا قلت على فكرة ان الشناو هو حق مشروع ان انا عايز يلعب بس معلش التويد ده صعب جدا انا كمدير فني صعب ان انا قاعد مصطفى شبير بتقلقه بمستواه بتركيزه بموهبته بحتى دعم جماهيري بدعم اعلامي اعتقد ان ما فيش حد في مصر ما بيدعمش شبير لان هو اداءه جوه الملعب لانه يستاهل حقيقة بصراحة والله احنا يا جماعة احنا ما بنجملش احنا ما بنجملش حد واعتقد كل الناس اللي بتتكلم هل هي بتجمله مثلا بتجمل مصطفى شبير عشان والده كابتن احمد شبير مش ممكن كرة ما فيهاش مجاملة كرة ما فيهاش خصوص النادي الاهلي ما عندوش الحتة المجاملة لان في الاول الاخر في جمهور كبير جدا بيحاسبك فيه جمهور كبير جدا بيحاسب جهاز فني فيه فيه مجلس ادارة بيحاسب الجهاز الفني فيه لعيبة الجمهور بيحاسبها لم يبقى مستوحش بتلاقي غضب فطبيعي يعني الكلام ده ان هو استبعاده يعني معناها ان فعلا كان فيه كلام من الشناوي ان هو عايز يشارك صعب جدا ان شناوي بصراح انت نجم كبير وحارس مرمى كبير جدا وانا من الناس اللي بحباك جدا الشناوي يعني حتى وهو وقف في حراسة المرمى انا متطمن بس هي سنة الحياة كده انت هتلاقي وقت جيت انت عدت احتياطي لكابتن عصام الحضري بعد كده كابتن عصام الحضري بطل فانت نسك هي سنة الحياة ان جيل بيسلم جيل عشان كده ممكن يعني انا بقول ان حق مشروع بس التوقيت مش صح ماينفعش ان انت تيجي من بعد فترة اصابة وبعد التعاد جاي من بعيد جاي عايز تلعب طبيعي ده مش عدل طبيعي ان مصطفى الشبير هو اللي يكمل طبيعي مصطفى الشبير هو اللي ياخد لحد ياخد لاخر المهمة كنت اتمنى كنت اتمنى ان الشناوي يبقى موجود لحاجتين اولا ان انت يبقى عندك حرس مرمى كبير حتى لو هو قاعد احتياطي دي مش عيب خلص ما كلنا قاعدنا احتياطي كلنا نجوم كبيرة جدا ابو تريكا قاعد احتياطي وإعصام الحضر قاعد احتياطي وأسماء كتيرة جدا قاعدت احتياطي ده مش عيب خالص كنت أتمنى أن هو يبقى موجود وكنت أتمنى أن ميستر كولر معناها أن ميستر كولر استبعده يعني معناها أنه مش عايز مش عايزه يبقى موجود في النهائي ليه بقى؟ برضو هو ذاكي بصراحة أنا كواحد دلوقتي مدير فن لما حس أنه عندي لعيب كان أساسي وجاي هبقى متخوف لأنه أكيد تتكلم أنه عايز يشارك وعايز يبقى موجود وأنه مستعده ده طبيعي أي لعب أو أي حارس مرمى هيروح يقعد مع دون مدير الفني يقوله أنا جاهز يا كوتش وعايز ألعب وديني فرصة وديني الفترة بتاعتي عشان أنا عايز ألعب النهائي طبيعي أنا كمدير فني شايف مستوى مستفى بشبير مش هتديك فأكيد الكلام ده حصل والطبيعي أن ميستر كولر التعامل بزكاء في النقطة دي كويس قوي لأنه وارد أن الشناوي يبقى موجود برضو ده هيسبب ضغط هيسبب قلق وارد أن الشناوي وارد على فكرة أنه يبقى قاعد مكشر وارد أنه يبقى قاعد زعلان أنه هو مش بيشارك وده على فكرة ده شيء طبيعي جماعة عشان برضو الناس يعني ما تزلمش الشناوي لأنه هو في الأول آخر بلعيب طبيعي أنا كلعيب أساسي وعايز أرجع عايز ألعب وده حق مشروع بس هو التوقيت الإحساس اللي وصل لميستر كولر هو اللي خلانه هو يبعده عن الحتة دي أنا واحد من الناس بصراحة عدم تواجد الشناوي في مباراة التراجي كاحتياتي خسارة لأن طبيعي دلوقتي لما في حارس مرمى موجود برضو تقيل لقدر لا يحصل أي موقف يحصل أي موقف أي موقف يعني بعد الشر طبعا يعني ربنا يحفظ مصطفى شبير ويكمل لأنه فعلا اكتهد وتعب فعشان كده هو وصل لقلوب الجماهير ووصل لقلوب الناس ووصل باجتهاده ومش عشان خطر والده كابتن جحمق أحمد شبير ملاش علاقة لأنه هو طبيعة مستوى وظهوره هو اللي خلى الناس تتكلم عليه فأنا بالنسبة لي إن عدم تواجد الشناوي خسارة بصراحة لأنه برضو إنت لما يبقى الدكة تقيلة عندك زي ما تكلمنا كده وإشارة لنبقى أفشل إنه موجوده برضو ورقة ربح حتى لو مش يشارك أساسي بس عنصر كبير لما زي ما تكلمنا على أحمد عم قادر إنه إصابته وإصابة برضو كوكا برضو بتأثر لأنه إنت لما يبقى عندك دكة مميزة ودكة لعبة كورة ودكة مميزة جدا تقدر تستعين بها في أي وقت إنت تقيل إنت قاعد حتى كهيت كوتش إنت متطمن لأنه أنا عندي عندي أكتر من كذا ورقة قادر أستعين بها حتى لو فيه لعيب مش موافق فهذا أستعين بها أي حد هينزل يغيرلي وخصوصاً كمانًا الكل بيتمنى إنه إشار في المباراة اللي زي دي بالتوفيق طبعاً أكيد ده للنادي الأهلي لأن المباراة صعبة